ولنقاش هذا الملف عن المساعدات التي قدمتها هيئة علماء المسلمين بالتعاون مع منظمة يوم القرى للنزحين في مخيم حسن شام الثاني بمنطقة الخازر شرقي الموصل ينضم إلينا عبر الهاتف من أربيل المتحدث العالمي باسم منظمة يوم القرى دكتور ناصر الفهداوي أهلا بكم دكتور أحياكم الله سيدة الكريم أحيا الله رافضين وكادرها ومشاهدين الكرام دكتور قدمتم في منظمة يوم القرى وبتعاون مع هيئة علماء المسلمين في العراق مساعدات للنزحين بمخيم حسن شام في منطقة الخازر ما تفاصيل هذه الحملة والتي هي ليست الأولى في هذا المخيم؟ نعم هذه الحملة ليست الأولى في هذا المخيم وفي بقية المخيمات سبقتها وتقدمتها مجموعة من الحملات في مخيم ديبكة وكذلك قبل بضعة أيام قدمت حملات في مخيمات بزيرز وعمرية فلوجة وكذلك قدمت المنظمة بالتعاون مع القسم الغاثي في هيئة علماء المسلمين سلسلة من الحملات شملت النازحين في بغداد وفي الأمطار وفي تركوب وفي غيرها من بعض المحافظات هذه الحملة جاءت كمقدمة لسلسلة حملات قبل قدوم شهر رمضان المبارك وستتلوها حملات هي تأتيضة من سلسلة حملات رمضان الخير والبركة لكي تعين النازحين في المخيمات البعيدة هؤلاء أهلنا وهم نازحون جراء بعض الأحداث العسكرية ولذلك اضطرتهم الأمور إلى أن ينزحوا إلى هذه المخيمات وهي بعيدة جدا عن طرق المواصلات وتتقر إلى الشيء الكثير من الاهتمام والمستلزمات الغدائية والطبية والملابس وغيرها من الاختياجات الضرورية لهم ولأطفالهم ولمرضاهم وإذلك جاءت هذه الحملة في مقدمة سلسلة حملات شهر رمضان المبارك وبدأناها في مخيم حسن شامد ثانيوتو بمنطقة الخازر شرق الموصل وشملت هذه الحملة خمسمائة عائلة في هذا المخيم وكذلك بعض العوائل التي تحتاج إلى دعم ضروري خلال هذه الفترة في مناطق أردين ولذلك جاءت هذه الحملة لكي تعينكم على أن يتهيئوا لبعض الطلبات الضرورية والاحتياجات الضرورية قبل شهر رمضان المبارك هذه الحملة قبلت فيها خمسمائة حمالية وكذلك ستأتي إن شاء الله حملات أخرى خلال الشهر القضيط إلى أي مدى أثرت دكتور الظروف الاقتصادية والصحية التي يمر بها العراق على أوضاع هذه العوائل النازحة؟ حقيقة الظروف الصحية على الساكمين في المدن أثرت تأثيرا كبيرا فكيف بالعائلة النازحة في مخيم بعيد ربما تأتيه الإعانات بشكل بسيط جدا وعندما تأتي حالات حضر التجوان تقل بشكل كبير جدا وملحوظ الإعانات الغذائية والإغاثية لهم ولذلك هي أثرت تأثيرا كبيرا على احتياجاتهم كثير من المنظمات خشية على كابرها وعلى المنظمين الذين يقدمون الجهد الإغاثي من خلال المنظمات الدولية والإغاثية والإنسانية حقيقة عزفت عن تقديم أي شيء خلال هذه الفترة من خلال حضرة تجوال وكذلك فترات انتشار الوضاء من الشهر الثاني من العام الماضي ومرورا بالأشهر للسام الفائتة وحتى هذه الفترة حقيقة يعني هم يشعرون بالتقصير للجهات الحكومية تجاههم الوجبة الغذائية التي كانت تأتيهم كل شهرين الآن تأتيهم كل ثلاثة أشهر وقد لا تأتيهم لكنهم حقيقة يعتمدون على من يمدلد لهم يد العون بإغاثتهم نتيجة حقيقة للجروف المأساوية التي يمرون بها في المخيمات في ظل هذه الأوضاع الصعبة التي يعيشها النزحون ما الحملات المستقبلية التي تخططون لها في الأسابيع المقبلة؟ نتيجة للضروف المأساوية التي حدثت في إغلاق المخيمات مخيمات السلامية التي كانت فيها أكثر من عشرة آلاف عائلة ومخيمات يحياوة في كاركوك ومخيم ديلاد الذي كان فيه ما يقارب الألف وسبعمائة عائلة مخيم الوند الذي كان فيه أكثر من ألف وثلاثية عائلة مخيم الشهام الذي كان فيه ثمانمائة عائلة مخيمات الجدع التي كان فيها عشرات الآلاف من العائلات هذه جاءتهم جهات حكومية وأخرجتهم قسرا عن المخيمات وطردتهم في الشوارع لجأوا إلى هياكل بناء متهالكة وضعوا فيها شيء من قطع القماش والنايلون أو خيمة بسيطة لجأوا إليها ولذلك حقيقة هم يحتاجون في ظل هذه الظروف بعد أن لجأوا إلى المخيمات أن نضاعف الجهود تجاههم ولذلك ارتعينا أن نقدم الحملات القادمة سلسلة من الحملات بإذن الله لكي تقدم إلى النازحين نتيجة لاحتياجاتهم وكذلك للظروف التي يمرون بها كل شكر لكم على هذه الجهود دكتور ناصر الفهدوي المتحدث لإعلامي باسم منظمة القرى حدثنا عبر الهاتف من أربيل دكتور ناصر الفهدوي المتحدث